بسم الله الرحمن الرحيم الانجليزية واللي اتنين كتابين اكاديميين في غاية الاهمية العنوان الاصلي للكتاب هنقرأ من الصفحة رقم 152 وبشكل عام المرجع ده مليان اقتباسات عن كل حاجة لها علاقة بالعهد الجديد هنا تحت عنوان روايات القيامة معروف قطعا ولا شك ان فكرة قيامة المسيح من الاموات من اهم العقائد المسيحية على الاطلاق وتعتبر جزء من عقيرة الصلب والفداء ودايما بقول ان عقيرة الصلب والفداء عبارة عن مجموعة من العقائد مرتبطة بعض طبعا العقائد دي تطورت مع الوقت وقلت قبل كده ان اول الموضوع خالص كان بوليس الرسول وهنجيب باذن الله عز وجل مراجع بتأكد على ان بوليس كان اول واحد يقول بعقيرة الصلب والفداء وان دي عقيدة معلمهاش المسيح ومش موجودة في الاناجيل الاربعة وكمان هنجيب اقتباسات في غاية الاهمية بتأكد مرة تانية ان المسيح عليه السلام معلمش انه الاله المتجسد ومعلمش عقيرة الثالوث ولا التجسد وان حتى بوليس نفسه معلمش عقيرة التجسد ومعلمش عقيرة الثالوث لكن العقيدة اللي علمها بوليس هي عقيرة الصلب والفداء بعيدا عن الثالوث والتجسد فكرة ان ادم اخطأ فدخلت الخطيئة الى العالم وكل الناس بقوا خطاء وفي المقابل لازم انسان زي ادم عليه السلام يموت ككفارة علشان الحياة تدخل مرة تانية الى العالم وفكرة ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات هي الكفارة وان قيامة المسيح من الاموات هي اللي هتدخل الحياة مرة تانية للناس ان ادم اكل من الشجرة فموتا تموت المسيح هو كمان مات وبعدين قام من الاموات علشان يعيد للناس كلها الحياة الابدية وطبعا النص المشهور جدا بتاع بوليس ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم وان انتم ما زلتم في خطاياكم وبالتالي فكرة الخطيئة اللي من ايام ادم اللي بقت عند كل البشرية مش هتزول غير بقيامة المسيح من الاموات غير بالصلب والموت والقيامة فيما بعد العقايد تطورت فربطوا الصلب والموت والقيامة بالثالوث والتجسد فبقى عندنا الاب والابن والروح القدس الاب بتولد منه الابن وانبثق منه الروح القدس الابن ده اللي بالولادة اخذ جوهر الاب فبقى اقنوم الهي اله حق من اله حق مولود غير مخلوق واحد مع الاب في الجوهر الابن ده من اجلنا نحن البشر ومن اجل خطيانا نزل من السماء وتولد من مريم العذراء وعاش على الارض كانسان فبقت عقيلة التجسد وفيما بعد في اخر حياته تصلب ومات وقام من الاموات علشان يحقق الخلاص والكل بقيامته من الاموات ينال الحياة الابدين طبعا زي ما قلت ابلي كده كتير جدا المسيحيين بيؤمنوا ان صلب المسيح وموته والاهم قيامته من الاموات من الاحداث التاريخية وتكلمنا قبل كده كتير عن فكرة مدى مصداقية الاناجيل من الناحية التاريخية وهل نقدر نعتمد على الاناجيل كوثائق تاريخية هل نستطيع اثبات ان قيامة المسيح من الاموات بالفعل حصل بشكل تاريخي من اهم انتقادات المسلمين في موضوع قيامة المسيح من الاموات فكرة ان الاناجيل ما بينها وما بين بعض اختلافات كثيرة جدا تصل الى حد التناقض خصوصا في روايات القيامة مرة تانية من كتاب مدخل العهد الجديد لجون درين في الصفحة رقم 152 تحت عنوان روايات القيامة بيقول الاتي من الصعب ايجاد توافق بين روايات القيامة في الاناجيل المختلفة هو ده عنوان الفيديو عندنا متى ومرقص ولوكا ويوحنى الاناجيل الاربعة والمشكلة الازائية التشابه اللي ما بينهم ومع ذلك مع وجود تشابه في تناقض في تناقضات خصوصا في روايات القيامة هل نستطيع ان نحل او نوفق ما بين روايات القيامة المختلفة زي ما قلنا في مرجع قبل كده ان الاختلافات بتصل الى حد التناقض لما تكون مخالفة وما نعرفش نوفق وان في بعض الاختلافات والتناقضات ليس لها حل حاول ما شئت التوفيق بينها تبقى بعض التناقضات والاختلافات مستحيل ان انت تقدر توفق ما بينها فهنا من الصعب ايجاد توافق بين روايات القيامة في الاناجيل المختلفة جزء من هذا يرجع الى ان كل واحد من البشرين كانت القصص التي ضمنها انجيلو والاسلوب الذي كتبوا به تلك القصص مصممين لمخاطبة اهتمامات قارئيهم احنا قلنا اصلا ان كتبت الاناجيل مجاهيل وجبنا اكثر من اقتباس في هذا الموضوع ولسه هنجيب احنا ما نعرفش مين اللي كتب ما نعرفش ايه المصادر اللي اعتمدوا عليها ما نعرفش حاجات كتير لكن اللي احنا نعرفه ان كتبت الاناجيل دول كانوا من المجتمع المسيحي المبكر هذا المجتمع المسيحي المبكر وجد الحاجة في ان الاناجيل دي تتكتب زي ما كاتب انجيلو قد يقول في بداية انجيلو اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدام للكلمة رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب اليك على التوالي ايها العزيز توفيلوس الى اخر القصة فهم وجدوا الحاجة للكتابة محتاجين نكتب الاناجيل طب احنا هنكتب الاناجيل دي لمين للمجتمع المسيحي المبكر لتعلم صحة الامور التي علمت بها فهو في الاساس الكتب دي مكتوبة لتعزيز ايمان المسيحيين وزي ما قلنا قبل كده في اقتباس في غاية الاهمية ان كتبت الاناجيل ما وجدوش اي خطأ في انهم يغيروا التاريخ من اجل الامان فهنا اهتمامات قارئيهم اولى من اي حاجة تانية اولى من المصداقية التاريخية ولهذا لدينا اربعة اناجيل كل منهم لمجموعة مختلفة من الناس وكل مجموعة ذات اهتمامات مختلفة وهذا الاسلوب الانتقائي طبق على قصص القيامة وهذا ما يتضح من ذكر بوليس لاجزاء من القصة لم تذكر في اي من الاناجيل احنا ما نعرفش بالزبط ايه اللي حصل ده بوليس تكلم عن حاجات متعلقة بالقيامة مش موجودة في الاناجيل لما نيجي نقارن الاناجيل اربعة ما بينه وبين بعض في روايات القيامة تحديدا بنلاقي اختلافات بالجملة ويمكن هنجيب اكتر من اقتباس وعملت فيديو قبل كده وجبت فيه كلامة تلمسكين ان تناقضات القيامة صعبة جدا ان انت تحلها زي ما هنا بيقول من الصعب ايجاد توافق بين روايات القيامة في الاناجيل المختلفة في الاخر ازاي مطلوب مننا ان احنا نعلق حياتنا الابدية على هذه الروايات التي تعلم قيامة المسيح وما بينها اختلافات صعبة جدا التوفيق ما بينها لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجاباني ولا تنسى ان تقوم مشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بالزيارة صفحتنا على بيتريون او بي بال او حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته